اشتركوا في القناة هذا الدرس خاص بتلميذ شعبة أداب وفلسفة إذن سنتعرف من خلال هذا الدرس على مفهوم كل من المسند والمسند إليه كذلك مواضع كل منهما وإعراب المسند والمسند إليه إذن هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الدرس نبدأ أولا بالأمثلة لنتعرف على مفهوم المسند والمسند إليه المثال الأول المؤمنون مفلحون المثال الثاني أفلح المؤمنون نلاحظ في المثال الأول أننا أمام جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر إذن المؤمنون مبتدأ مرفوع على ما ترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم مفلحون خبر مرفوع وعلى ما ترفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم ونلاحظ كذلك في هذه الجملة الإسمية أننا أسندنا لفظا إلى لفظ إذن أسندنا لفظة مفلحون إلى لفظة المؤمنون ما معنى الإسناد؟ أي أننا أصدرنا حكما وأخبرنا بأمر معين إذن يوجد هنا محكوم به ومخبر به ما الأمر الذي حكمنا به في هذه الجملة؟ حكمنا بالفلاح إذن الفلاح هو المحكوم به أو المخبر به على من؟ على المؤمنين إذن المؤمنون محكوم عليه أو مخبر عنه إذن نخبر بالفلاح عن من؟ عن المؤمنين ونحكم بالفلاح على من؟ على المؤمنين وبذلك فمفلحون محكوم به مخبر به والمؤمنون محكوم عليه أو مخبر عنه وبذلك نلاحظ أننا أمام إسناد ما هو الإسناد؟ إذن أسندنا الفلاحة للمؤمنين إذن هنا يوجد مسند ومسند إليه الإسناد هنا إسناد الفلاح إلى المؤمنين فالمؤمنون مسند إليه ومفلحون مسند نلاحظ كذلك في الجملة الثانية أفلح المؤمنون أننا أمام جملة فعلية مكونة من الفعل أفلح والفاعل المؤمنون إذن أفلح الفعل والمؤمنون الفاعل وهنا أيضا يوجد محكوم به أو مخبر به ما الأمر الذي نحكم به هو الفلاح ما الأمر الذي نخبر به الفلاح علاما على المؤمنين إذن المؤمنون محكوم عليه أو مخبر عنه وبذلك يوجد هنا أيضا إسناد فهنا أسندنا فعل الفلاح للمؤمنين فأفلح المسند والمؤمنون مسند إليه إذن أسندنا فعل الفلاح إلى المؤمنين وبذلك نستنتج أن الجملة في اللغة العربية تتكون من ركنين أساسيين من حيث الصناعة إذن في صناعة الجملة سواء الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية فإن هذه الجملة تتكون من ركنين أساسيين وهما المسند والمسند إليه وما زاد عن ذلك فهو الفضل إذن كل لفظ زاد عن المسند والمسند إليه يعتبر في اللغة العربية فضلة إذن الركنين الأساسيين من حيث الصناعة في اللغة العربية سواء الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية هما المسند والمسند إليه فالمسند هو اللفظ الذي يتم إسناده إلى الموضوع ليكتمل المعنى مثل ما رأينا أسندنا الفلاح إلى المؤمنين إذن أسندنا موضوع الفلاح إلى المؤمنين ليكتمل المعنى فهو المحكوم به أو المخبر به وهو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الإسمية إذن نلاحظ أن أفلح في الجملة الفعلية هو المسند ومفلحون في الجملة الإسمية هو المسند وبذلك فهو الخبر إذن أفلح الفعل في الجملة الفعلية هو المسند ومفلحون الخبر في الجملة الإسمية هو المسند أما المسند إليه فهو اللفظ الذي نسند إليه الكلام إذن هو اللفظ الذي يسند إليه الكلام مثل ما أسندنا الفلاح إلى المؤمنين وبذلك فهو الذي يسند إليه الكلام فهو المحكوم عليه أو المخبر عنه إذن حكمنا بالفلاح على المؤمنين إذن هو محكوم عليه وبذلك نسميه أيضا مسند إليه وهو الفاعل في الجملة الفعلية إذن المؤمنون أفلح المؤمنون المؤمنون مسند إليه وبذلك فهو الفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الإسمية إذن المؤمنون مفلحون مؤمنون مسند إليه فهو المبتدأ في الجملة الإسمية إذن هذا فيما يتعلق بمفهوم المسند والمسند إليه نأتي الآن للتعرف على مواضع كل من المسند والمسند إليه نبدأ أولا بالمسند إذن قلنا أن المسند هو المحكوم به أو المخبر به أي الذي نحكم به ونخبر به على أمر آخر مواضع المسند هي الفعل التام إذن أول موضع من مواضع المسند هو الفعل التام ما معنى الفعل التام؟ هو الفعل الذي ليس ناقصا إذن الفعل الناقص مثل كان وأخواتها هذه الأفعال لا ترفع فاعلا أو نائب فاعل بل هي تحتاج إلى اسم وخبر وتدخل على الجملة الإسمية أما الفعل التام فهو الفعل الذي يدل على حدث وزمن في نفس الوقت بالإضافة إلى أنه يرفع فاعلا أو نائب فاعل إذن هذا بالنسبة للفعل التام مثل قولنا خلق الله السماوات إذا شرح الدرس فانتبهوا إذن هنا أسندنا الفعل خلق إلى الله إذن خلق المسند والله مسند إليه إذن أسندنا فعل الخلق إلى الله كذلك في المثال الثاني إذا شرح الدرس فانتبهوا إذن أسندنا فعل الشرح إذن شرح فعل الشرح أسندناه إلى الدرس إذن شرح الدرس إذن مسند ومسند إليه وبذلك نلاحظ أن المسند يأتي في الفعل التام سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول الفعل خلق مبني للمعلوم والفعل شرح مبني للمجهول إذن هنا حكمنا بفعل الخلق على الله سبحانه وتعالى إذن محكوم به محكوم عليه إذن مسند مسند إليه خلق مسند والله مسند إليه شرح مسند والدرس مسند إليه نأتي الآن إلى الإعراب إذن خلق فعل ماض مبني على الفتح والفعل الثاني شرح فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح إذن أول موضع من مواضع المسند هو الفعل التام ثاني موضع من مواضع المسند هو اسم الفعلي لكن ما معنى اسم الفعل؟ اسم الفعلي هي بعض الأسماء التي تعمل عمل الفعل فتدل على زمن وتدل على حدث وكذلك تعمل عمل الفعل ولكنها لا تقبل علامات الفعل فمثلا هذه الأسماء لا تتصرف مثل الفعل كذلك تقبل التنوين مثل الأسماء وبذلك فهي فيها بعض علامات الأسماء وفيها بعض الأمور من الأفعال لذلك سمي باسم الفعل هو اسم لأنه يقبل التنوين ولا ينصرف مثل الأسماء وهو اسم للفعل لأنه يعمل عمل الفعل ويدل كذلك على زمن وحدث مثل الفعل لذلك سمي باسم الفعل مثل قولنا هيهات النجاح بلا عمل حي على الصلاة إذن هيهات هنا بمعنى بعدة بعد النجاح بلا عمل فهيهات اسم فعل بمعنى بعدة حي على الصلاة إذن حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل على الصلاة إذن هي أسماء ولكنها تعمل عمل الفعل لذلك سمي باسم الفعل إذن هيهات النجاح بلا عمل إذن أسندنا اسم الفعل هيهات إلى النجاح وبذلك فهيهات مسند والنجاح مسند إليه كذلك أسندنا اسم الفعل حية وهو اسم فعل أمر بمعنى أقبل فالفاعل هنا ضمير مستطر تقديره أنت وبذلك فالمسند إليه هو الفاعل الذي جاء ضمير مستطر تقديره أنت إذن حية المسند والمسند إليه هو الفاعل ضمير مستطر تقديره أنت بالنسبة للإعراب إذن هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد مبني على الفتح أما حية فهو اسم فعل أمر بمعنى أقبل مبني على الفتح والفاعل ضمير مستطر تقديره أنت إذن الموضع الثاني من مواضع المسند هو اسم الفعل نأتي الآن إلى الموضع الثالث وهو خبر المبتدأ مثل قولنا محمد رسول الله الصبر مفتاح الفرج إذن هنا لدينا جمل اسمية مكونة من مبتدأ وخبر إذن محمد مبتدأ مرفوع رسول خبر مرفوع الصبر مبتدأ مرفوع مفتاح خبر مرفوع وبذلك فنحن هنا أسندنا الخبر إلى المبتدأ فبذلك خبر المبتدأ هو المسند إذن أسندنا الرسول إذن الرسالة إلى محمد إذن رسول مسند ومحمد مسند إليه مفتاح مسند والصبر مسند إليه أي أسندنا الفتحة إلى الصبر أي أسندنا الخبر إلى المبتدأ فالخبر هو المسند والمبتدأ المسند إليه نأتي الآن إلى الإعراب رسول خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذن محمد المبتدأ مرفوع ورسول خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كذلك مفتاح لدينا الصبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره مفتاح خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف والفرجي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إذن هذا الموضع الثالث من مواضع المسند وهو خبر المبتدأ ننتقل إلى الموضع الرابع وهو خبر الناسخ مثل قولنا أصبح الجو صحوا لا إنسان خالد إذن هنا لدينا جمل منسوخة أو جملة اسمية دخل عليها ناسخ إذن أصبح الفعل الناسخ الجو اسم هذا الناسخ صحوا هو خبر الناسخ نحن هنا ما زلنا أمام الجملة الإسمية إذن الجو صحوا فلو أزحنا هذا الناسخ نصبح أمام جملة اسمية وفي الجملة الإسمية الخبر هو المسند وبذلك يبقى كذلك حتى ولو دخل الناسخ على هذه الجملة فهنا أصبح هو الناسخ ولكن الفعل الناسخ لا علاقة له بالمسند إذن لا يكون مسندا لأننا قلنا الفعل التام هو المسند وليس الفعل الناقص وبذلك لا نتحدث عن الفعل الناقص مثل أصبح إذن أفعال ناقصة وبذلك لا تكون مسندا المسند يكون الفعل التام وبذلك نحن سنتحدث فقط عما بعد هذا الفعل الناقص وهو الجملة الإسمية الجو صحوا إذن صحوا تعرب خبر لهذا الناسخ وفي الجملة الإسمية كما قلنا سابقا في الجملة الإسمية الخبر هو المسند إذن هنا أسندنا الصحوا إلى الجو إذن الصحوا هو المسند والجو مسند إليه في المثال الثاني لا إنسان خالد إذن لا هنا نافية للجنس وهي من النواسخ تعمل عمل إنا وأخواتها وإنسان اسمها خالد خبرها وبذلك فهنا لدينا كذلك ما أصله مبتدأ وخبر أي أننا لدينا جملة إسمية وهي الإنسان خالد فالخبر ما أصله خبر المبتدأ هو المسند إذن خالد هنا خبر الناسخ لا وهو أيضا المسند إذن أسندنا الخلود إلى الإنسان إذن خالد مسند والإنسان مسند إليه ولكن بالنفي كما رأينا إذن لا إنسان خالد إذن خالد مسند والإنسان مسند إليه كذلك في قولنا كاذ البدر يكتمل إذن البدر يكتمل إذن كاذ من النواسخ وبذلك فهو فعل ناقص البدر يكتمل جملة إسمية ولكن هنا فقط دخل عليها الناسخ وهو كاذ إذن لدينا يكتمل وهو المسند الاكتمال إذن أسندنا فعل الاكتمال إلى البدري ويكتمل هنا هي عبارة عن جملة واقع خبر للناسخ إذن جملة فعلية في محل نصب خبر الناسخ كادا وبذلك فهذا الموضع الرابع من مواضع المسند هو خبر الناسخ نلاحظ أن في كل هذه الأمثلة الخبر خبر الناسخ هو المسند إذن صحوا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خالد إذن لا إنسان خالد خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره وجملة يكتمل كادا البدر يكتمل إذن يكتمل جملة فعلية في محل نصب خبر كادا ننتقل إلى الموضع الموالي من مواضع المسند وهو المفعول الثاني لظنى وأخواتها مثل قولنا ظننت السقيع ثلجا حسبت السراب ماء إذن ظنى وأخواتها من الأفعال التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى مفعول به أول وتنصب الخبر ويسمى مفعول به ثاني وبذلك فهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر إذن ظننت السقيع ثلجا إذن السقيع ثلجا إذن أصل المفعول به الأول والمفعول به الثاني مبتدأ وخبر حسبت السراب ماء إذن السراب ماء إذن أصلهما مبتدأ وخبر إذن السراب أصبح المفعول به الأول ماء أصبح المفعول به الثاني ظننت السقيع ثلجا السقيع ثلج إذن دخل الفعل ظن على المبتدأ والخبر وصار المبتدأ المفعول به الأول إذن السقيع مفعول به أول وصار الخبر المفعول به الثاني ثلجا مفعول به ثاني لظن وظن وأخواتها أفعال كثيرة منها ظن خال حسب وجد رأ تخذ وغيرها إذن ظننت السقيع ثلجا إذن السقيع ثلج كل ما أصله خبر سيبقى مسند إذن هنا ثلجا أصلها خبر قبل دخول ظن كانت خبر المبتدأ وبذلك ستبقى مسندا حتى وإن دخلت عليها أو دخل عليها الفعل ظن ولكنها من الناحية الإعرابية تتغير لأنها ستصبح مفعولا به ثان للفعل ظن إذن نقول ظننت الفعل والفاعل السقيع مفعول به أول ثلجا مفعول به ثان للفعل ظن ولكنه في الأصل هو خبر وبذلك فهو المسند أيضا حسبت الصراب ماء إذن حسبت من أخوات ظن إذن فعل وفاعل الصراب مفعول به أول ماء مفعول به ثان للفعل حسبا ولكنها في الأصل خبر إذا أزلنا الفعل حسبا يصبح الصراب ماء فأصل كلمة ماء هي الخبر وبذلك تبقى مسند كل ما أصله مبتدأ أخبر يبقى مسند ومسند إليه وبذلك فهنا ماء مسند في هذا المثال إذن ماء مسند إلى الصراب أسندنا الماء إلى الصراب وأسندنا الثلج إلى السقيع نحن الآن إلى الإعراب إذن ثلجا مفعول به ثان للفعل ظن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ما أن مفعول به ثان للفعل حسبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نأتي الآن إلى الموضع الموالي من مواضع المسند وهو المفعول الثالث لأرى وأخواتها وهذه الأفعال أيضا متعدية إلى ثلاث مفاعل وأصل هذه المفاعل مبتدأ وخبر وهذه الأفعال هي أرى أعلم أنبأ وغيرها مثل قولنا أعلمت الغلامة الحرفة وسيلة الرزقي إذن هذه المفاعل أصلها مبتدأ وخبر لذلك يوجد المسند في هذا الموضع إذن المفاعل الموجودة هنا كما قلنا أصلها مبتدأ وخبر أعلمت الغلامة الحرفة وسيلة الرزقي إذن الحرفة وسيلة الرزقي إذن لدينا جملة إسمية وهي المبتدأ والخبر ولكن عندما دخل هذا الفعل المتعد إلى ثلاثة مفاعل أصبحت هذه الجملة الإسمية مفعول به الثاني والمفعول به الثالث إذن أعلمت الفعل والفاعل الغلامة المفعول به الأول الحرفة المفعول به الثاني وسيلة مفعول به الثالث وهو مضاف والرزقي مضاف إليه وبذلك هنا يوجد ما أصله مبتدأ وخبر الحرفة وسيلة الرزق إذن جملة اسمية ولكن عندما دخل الفعل أعلى ما وهو فعل متعد إلى ثلاثة مفاعل أصبح المبتدأ المفعل به الثاني وأصبح الخبر المفعل به الثالث ولكن يبقى المبتدأ والخبر مسند ومسند إليه لذلك هنا قلنا هذا موضع من مواضع المسند والمسند إليه أما من الناحية الإعرابية فنقول وسيلة مفعول به ثالث للفعل أعلام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن كما قلنا أعلمت الفعل والفاعل الغلامة المفعل به الأول حرفة مفعول به الثاني وسيلة الرزق مفعول به ثالث إذن هنا أسندنا الوسيلة إلى الحرفة وقلنا هنا أصلها مبتدأ وخبر نأتي إلى الموضع الموالي من مواضع المسند وهو المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قولنا صبرا آل ياسر أي صبروا آل ياسر إحسانا بالوالدين أي أحسنوا بالوالدين هنا نلاحظ أننا أمام مصدر صبرا ولكن هذا المصدر يعمل عمل الفعل فهنا صبرا بمعنى صبروا وبذلك فهو من مواضع المسند لأن قلنا الفعل التام من مواضع المسند وهنا هذا المصدر هو نائب عن فعل الأمر وبذلك فهو مسند إذن صبروا وهنا استعملنا المصدر صبرا إحسانا بالوالدين أي أحسنوا إلى الوالدين وبذلك فهو مسند إذن أسندنا فعل الصبر إلى آل ياسر إذن هنا المسند إليه آل ياسر أما لو قلنا صبروا فالمسند إليه هو واو الجمعة إذن المسند إليه يمكن أن يأتي ضمير متصل بالفعل إحسانا مسند إذن قلنا أي أحسنوا إذن هنا لدينا إحسانا المسند أما المسند إليه فهو أنتم إذن هذا بالنسبة لهذا الموضع وبالنسبة للإعراب إذن صبرا نائب مفعول مطلق أي إصبروا صبرا إصبروا صبرا آل ياسر أحسنوا إحسانا بالوالدين إذن صبرا نائب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره إذن هنا المصدر ناب عن الفعل إذن مصدر نائب عن الفعل وبذلك فنقول إصبروا صبرا أحسنوا إحسانا وبذلك فهنا صبرا نائب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وكذلك إحسانا نائب مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره آخر موضع من مواضع المسند هو المبتدأ الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر مثل قولنا أقائم الطالب ما مهزوم الشجاع إذن هنا نلاحظ أننا أمام مبتدأ ولكن هذا المبتدأ استغنى بمرفوعه عن الخبر إذن لا يوجد خبر قائم إذن آ همزة الاستفهام قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره الطالب هو فاعل لإسم الفاعل إذن الطالب فاعل لإسم الفاعل قائم وبذلك هنا لا يوجد خبر فهذا المبتدأ استغنى بهذا المرفوع عن الخبر ومتى يكون هذا الأمر يكون بعد الاستفهام وبعد النفي إذن نلاحظ أن اسم الفاعل هنا سبق بالاستفهام أقائم ففي هذه الحالة عندما يأتي المبتدأ اسم فاعل مسبوق باستفهام فإنه يستغني عن الخبر إذن لا يوجد خبر ويكون هو المسند إذن أسندنا فعل القيام إلى الطالب أقائمنا الطالب أسندنا فعل القيام إلى الطالب ما مهزومنا الشجاع أسندنا الهزيم إلى الشجاع ولكن بالنفي إذن مهزوم الشجاع أسندنا الهزيم إلى الشجاع ولكن كما قلنا بالنسبة للإعراب فهي همزة استفام هو حرف مبني لا محل له من الإعراب قائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره في المثال الثاني ما نافية حرف مبني على السكن لما حل له من الإعراب مهزوم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذا فيما يتعلق بمواضع وإعراب المسند نأتي الآن إلى مواضع وإعراب المسند إليه إذن قلنا المسند إليه هو المحكوم عليه أو المخبر عنه أما مواضع المسند إليه فهي الفاعل للفعل التام وشباهه إذن قلنا منذ قليل أن المسند هو الفعل إذن الآن المسند إليه هو الفاعل الفاعل لهذا الفعل مثل قولنا خلق الله السماوات أخوك الحسن خلقه إذن أسندنا فعل الخلق إلى الله إذن الله هو المسند إليه والله هنا هو الفاعل إذن نقول الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الآن بالنسبة لشبه الفعل التام الأسماء التي تعمل عمل الفعل التام مثل اسم الفاعل الصفة المشبهة اسم الفعل إذن هذه الأمور تعمل عمل الفعل لذلك نسميها بشبه الفعل فهي ترفع فاعلا مثل قولنا أخوك الحسن خلقه الحسن صفة مشبهة ولكنها عملت عمل الفعل فرفعت فاعلا إذن خلقه فاعل إذن أسندنا الحسن للخلق أسندنا الحسن للخلق فالحسن هنا هي صفة مشبهة ولكنها عملت عمل الفعل أي رفعت فاعلا فخلقه فاعل مرفوع فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه إذن هذا ما نسميه بشبه الفعل كذلك في قولنا هيهات النجاح بلا عمل حيا على الصلاة إذن هيهات كما قلنا منذ قليل يشبه هو اسم يعمل على عمل الفعل وبذلك فهو شبه الفعل ويرفع فاعلا إذن النجاح فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذن أسندنا الفعل هيهات إلى النجاح فهيهات مسند والنجاح مسند إليه كذلك حيا اسم فعل وهو شبه الفعل لأنه يقوم بنفس العمل فهو يرفع فاعل إذن حيا اسم فعل أمر بمعنى أقبل مبني على الفتح وهو المسند والمسند إليه هو الفاعل الذي جاء ضميرا مستتلا تقديره أنت وبذلك فهنا لدينا مسند ومسند إليه إذن المسند إليه هنا هو الفاعل لإسم الفعل أمثلة السابقة إذن الفاعل للصفة المشبهة الحسن والفاعل للفعل التام إذن الموضع الأول من مواضع المسند إليه هو الفاعل فعل التام أو شبهه كما رأينا في الأمثلة الموضع الثاني من مواضع المسند إليه هو نائب الفاعل مثل قولنا إذا شرح الدرس فانتبهوا إذن شرح الفعل المبني للمجهول وهو المسند والدرس نائب فاعل وبذلك فأسندنا فعل الشرح إلى الدرس إذن الدرس مسند إليه وهو واقع هنا نائب فاعل إذن الدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره الموضع الثالث من مواضع المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر إذن قلنا الخبر هو المسند والمبتدأ هو المسند إليه إذن محمد رسول الله الصبر مفتاح الفرج إذن محمد مسند إليه الرسول مسند ومحمد مسند إليه أسندنا الرسول إلى محمد أو الرسالة إلى محمد الصبر مفتاح الفرج أسندنا الفتح إلى الصبر وبذلك فالصبر مسند إليه من الناحية الإعرابية محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره الصبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره الموضع الموالي من مواضع المسند إليه هي أسماء نواسخ مثل قولنا أصبح الجو صحوا لا إنسان خالد وكذلك لعل الفهم حاصل كاد البدر يكتمل هنا ما أصله مبتدأ وخبر بعد دخول النواسخ يصبح المبتدأ اسم الناسخ وبذلك فهنا اسم الناسخ هو المسند إليه إذن أصبح الجو صحوا الجو أصله مبتدأ ولكنه هنا أصبح اسم الناسخ وبذلك فهو المسند إليه أسندنا الصحو إلى الجو وأسندنا الخلود إلى الإنسان بالنفي وكذلك لعل الفهم حاصل أسندنا الحصول إلى الفهم لكان البدر أو كاد البدر يكتمل أسندنا الاكتمال إلى البدر وبذلك فالجو مسند إليه إنسان مسند إليه الفهم كذلك والبدر مسند إليه وهي واقعة في هذه الأمثلة أسماء لهذه النواسخ إذن الجو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إنسان إذن لا إنسان خالد إذن قلنا لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها وبذلك فإنسان اسم لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره لعل الفهم حاصل لعل من أخوات إن إذن الفهم اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وحاصل هو الخبر كادا البدر يكتمل إذن البدر اسم كادا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ننتقل إلى الموضع الموالي من مواضع المسند إليه وهو المفعول الأول لظن وأخواتها إذن قلنا المفعول الثاني هو المسند والمفعول الأول هو المسند إليه لأن أصلهما كما قلنا مبتدأ وخبر ظننت السقيع ثلجا حسبت الصراب ماء إذن قلنا أسندنا الثلج إلى السقيع وأسندنا الماء إلى السراب لكن من الناحية الإعرابية السقيعة هي مفعول به أول للفعل ظن منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ولكن أصله المبتدأ كذلك السرابة مفعول به أول للفعل حسب منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهو في الأصل مبتدأ إذن السراب ماء السقيع ثلج موضع الموالي من مواضع المسند إليه هو المفعول الثاني لأراء وأخواتها مثل قولنا أعلمت الغلام الحرفة وسيلة الرزق أي هنا ما أصله مبتدأ وخبر كما ذكرنا سابقا إذن أعلمت الغلام الحرفة وسيلة الرزق الحرفة وسيلة الرزق إذن أصلها مبتدأ وخبر إذن الخبر كما قلنا كان واقعا مفعولا به ثالث أما الآن المبتدأ فوقع المفعول الثاني وبذلك فهو موضع المسند إليه المفعول الثاني لأرى وأخواتها هو المسند إليه فأسندنا الوسيلة إلى الحرفة الحرفة هنا واقعة إذن أعلمت الفعل والفاعل الغلامة المفعول به الأول الحرفة مفعول به ثاني للفعل أعلمت منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره آخر موضع من مواضع المسند إليه هو مرفوع المبتدأ الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر مثل قولنا قائم الطالب ما مهزوم الشجاع إذن أسندنا القيام إلى الطالب وأسندنا الهزيمة إلى الشجاع بالنفي كما هو واضح في المثال إذن الطالب واقع هنا فاعل لإسم الفاعل إذن قائم اسم فاعل عامل عملا فعلي فرفع فاعلا تقدير الكلام قام الطالب ما مهزوم الشجاع تقدير الكلام هزيم الشجاع وبذلك فهذه الأسماء عملت عملاء الفعلي فالطالب فاعل لإسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره سدم سد الخبر أن هذا الاسم أو هذا المرفوع سدم سد الخبر إذن قلنا قائم مبتدأ ولكن هنا لا يحتاج إلى خبر فهو اكتفى بهذا الفاعل هذا الفاعل سدم سد الخبر لأن المعنى اكتمل فلا يحتاج إلى اسم آخر لا يحتاج إلى خبر يحتاج فقط إلى هذا المرفوع وبذلك قلنا يستغني بمرفوعه عن الخبر إذن لا يحتاج إلى الخبر فهو يكتفي بهذا المرفوع إذن الطالب فاعل لإسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الظاهرة على آخره سدم سد الخبر أي قام مقام الخبر فلا نحتاج هنا إلى خبر الشجاع إذن ما مهزوم الشجاع ما نافيا حرف نفي مبني على السكون لمحل له من الإعراب مهزوم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهر على آخره الشجاع نائب فاعل لإسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضم ظاهر على آخره سد ما سده الخبر لماذا نائب فاعل؟ لأن مهزوم اسم مفعول وتقدير الكلام ما هزيم الشجاع إذن اسم المفعول يساغ من الفعل المبني للمجهول هزيم الشجاع مهزوم الشجاع وبذلك فهو يقوم بنفس العمل الفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل وبذلك اسم المفعول المساغ من الفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل وبذلك فالشجاع نائب فاعل لإسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره سد ما سد الخبر لأننا قلنا أن هذا الاسم استغنى بمرفوعه عن الخبر وبذلك فهذا الاسم قام مقام الخبر هذا بالنسبة لمواضع المسند إليه وإلى هنا نأتي إلى ختام موعدنا أتمنى لجميع الاستفادة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته